بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الله وبعد أهلا بكم طلاب ثالثة إعدادي الناس اللي امتحنت النهاردة امتحان العلوم تعالوا كده يلا نحل مع بعض الامتحان ده امتحان العلوم آخر العام 2024 محافظة الأليوبي يلا بينا كده الطلبة كتير طبعا خرجة تشتكن الامتحان كانت قيل وبتاع بس تعالوا كده نشوفه والله أعلم احنا لسه هنشوف مع بعضه يلا كده السؤال الأول بسم الله اكتبوا المصطلح العلم عملية كيميائية ينتج عنها نقص نسبة الأكسجين في المادة طيب احنا اتفقنا أن أي كلمة نقص أكسجين يعني دي عملية اختزان يبقى إذا هنا عملية كيميائية ينتج عنها نقص نسبة الأكسجين في المادة يبقى هنقول له هنا عملية اسمها الإختزان يبقى هنقول له الإختزان طيب رقم اتنين مواد او رسائل كيميائية تضبط وتنظم الانشطة الحيوية في جسم الكائن الحي هي تضبط وتنظم الانشطة الحيوية خلي بالك طيب انت في عندك كانت في عندك الانزيمات وفي عندك الهرمونات اللي فيه بينهم لغبطة فيه طلبة تلغبط من التعريفين طيب انت عندك الانزيمات كانت هي مواد كيميائية يفرزها جسم الكائن الحي تعمل كعوامل حفاظة تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية تزيد من سرعة التفاعلات البيولوجية اما هنا ما جابش سيرة التفاعلات البيولوجية تقول لك بتنظم الانشطة الحيوية يبقى دي كده الهرمونات يبقى دي كده تعريف الهرمونات الهرمونات دي كانت مواد كيميائية تنظم وتنسك معظم الانشطة والوظائف الحيوية في جسم الكائن فهنا ديت يبقى نقول له الهرمونات طيب عندي بعد كده رقم ثلاثة مركب ينحل بالشرر الكهرابي معطيا سوديوم ونيتروجين طيب على طول الشرر الكهرابي كلمة الشرر الكهرابي دي ما تقررتش عندك في المنها بكل ولا في حتة واحدة في حتة الوسادة الهوائية المعادلة بتاعتها اللي هي مادة أزيد السوديوم اللي هي كانت توق نا نسري كانت بتنحل بوصلة الشرر الكهرابي إلى توق نا زائد سري نتوم فهنا يبقى هنا المركب هنا اللي هو طالبه ونقول له أنا أزيد السوديوم اللي هو رمزه نا نسري طيب عندي بعد كده غدة تفرز هيرمونات تنظم أنشطة معظم الغدة للصماية الأخرى هو بيتسألني عن اسم الغدة اللي بتفرز الهيرمونات اللي بتنظم معظم الغدة الأخرى يبقى على طول ديها تسمحها الغدة النخامية اللي احنا كنا بنسمها سيدة الغدة للصماية بديها الغدة النخامية عندي بعد كده يجي ولك اختر الإجابة الصحيحة من أمثلة الخلايا الكهروكيميائية الدينامو وعلى العمود الجاف ولا الريستات ولا الفولتومتر طبعا هي هتبقى العمود الجاف تظهر الصفة المتنحية على أحد الأبناء إذا ورثة من الأبوين يبقى الصفة المتنحية بتظهر على أحد الأبناء لو ورث من الأبوين جينين سائدين لا انت هلستمعد السائد خالص جينا متنحيان واحدا ولا جيناين متنحيان ولا جينا سائدا واخر متنحيا طبعا انت هنا برضو هنستبعد السادي بهينها هيبقى جيناين متنحيان مش هيه من الابوين طيب عندي بعد كده رقم تلاتة دايرة كهربائية تتقوم من بطارية قوتها تدفع الكهربائية تلاتة فولت ماشي موصل معها على التوالي مقاومة مقدارها ستة اوم ماشي فتكون شدة الطائر براحة دي مسألة يا باشا تحلها براحتك متستعجلش طب تتحل ازاي تلخص المسألة هو هنا مديني يا مصدر مديني تلاتة فولت فولت دا لو جيم اجي هنا اقول له جيم بتساوي تلاتة فولت لو فرق الجو طيب مديك ايه كمان مديني هنا ستة اوم اوم دي اللي هي واحدة الكياس المقاومة اللي هي ميم بقى نقول له ميم بتساوي ستة اوم اللي هي ستة اوم طيب عندك فتكون شدة الطائر ايه؟ بها هو عايزته هو عايزته بقتها تساوي طيب انا عايزته انت عندك يا ماشا هو مديني ميم بجيم وانا عايزته من المثلسات وانت عندك ba gospel انت عندك في تلاتة مسلسات اللي هم اطلقت قوانين اول قانون عندك Wick guy اللي هو شدة الطائر بساوي كيمياتة الكهربية على الزمن القانون التاني جدو الشغل كبرو اللي هو فرق الجود بيستوي الشغل على كيمياتة الكهربية والقانون الثالث اللي هو ما ماما جدو تيتا اللي هو المقاومة بأسوي فرق الجود على شدة الطيب فهين عايز اشوف قليه المثلث جيمو ميم موجودين متدي الكمين هنا. اذا كان قанняه القانونpir هكذا لعود فيه هنا هحط 7 علاته تفضل لي جيم على ميم بقى نقول له تاه بتساوي جيم على ميم ده القانون بيساوي جيم على ميم جيم هنا بالتالب 3 هيا على ميم بالتالب 6 هيا اللي هو هيساوي بقالتك الحزبة الجميلة كده هوا لما هتيجي تروح جاى قال له 3 على 6 اللي هو هيديك فيها النص 5 من 10 5 من 10 وحد الكاشر دلتر امبير طبعا انت مش مطلوب منك في سؤال اختيارة زي ده تحلها بس انت بتحلها لكين انت عشان تعرف نتيجتك ماشي ما انت لازم تحل لها خطوات بس مش مطلب منك خطوات بس انت هتجبنا دي في خمسة من عشرة هنا في الاجابات اه هي الاختيار رقم دال دايب هي الاجابة عندك هتبقى رقم دال طيب عندي بعد كده يجي يقول لك تأخر تأخر ظهور الصفات الجنسية السنوية في الاناس يرجع لما تتأخر الصفات الجنسية السنوية في الاناس ده بيرجع لنقص هرمون الاستروجين ولا نقص هرمون السيروكسين ولا نقص هرمون النمو ولا زيادة هرمون الادرنالين طبعا هو في نقص في هرمون الاستروجين لاني ده الهرمون الانساوي طيب عندي بعد كده يجي يقول لك الشكل البيان المقابل يمثل لعلاقة البيانية تركيز وزمن نشي يقول لك اكتب المعادلة الكيميائية الموزنة المعبرة عن هذا التفاعل من اسهل الاسئلة طيب سؤال زي ده من اسهل الاسئلة اللي هتقابلك يبقى انت عندك هنا المتفاعلات في بداية التفاعل بيبقى تركيزها كبير زي ما انت شايف كده يبقى هنا توسي وهنا دي دول تركيزهم بيبقى اكبر حاجة طيب والنواتج بعرفوا ازاي انت بيبقى في الاول صفر تركيزه في بداية التفاعل صفر وبعدين يبدأ يزيد بدل ناتج عندك هو ناتج واحد يبقى انا عندي فيه متفاعلين وفيه ناتج واحد طيب وفيه معاك كمان عمل حفز اللي هو مشي طوالي في بوزه ده اللي هو بي طب نكتب بقى معادلة زي دي ازاي هنيجي نبدأ بالكبير هنا اللي هو توسي اللي هو مولاته اكتر يبقى توسي توسي زائد انا عندي فيه متفاعل كمان هو اسمه دي يبقى زائد دي ساهم الساهم هو تنسى تكتب عليه شرط التفاعل عندك هنا اللي هو العمل الحفز بي يبقى تكتب له هنا بي هيديك ايه هيديك النتيجة هنا اللي هو تو اي يبقى الناتج هنا تو ايه بس يا باشا دي كده المعادلة طيب اكتب واحدة قياس تركيز المواد المتفاعلة والناتجة طبعا التركيز عموما واحدة قياس هتقول له مول على اللتر مول لكل لتر طيب عندي بعد كده السؤال التاني يجي يقول لك اختر من العمود بي ما يناسب العمود ايه اه ثم اكتب العبارة هنا بيقول لك تسخين كبريتات النحاس من تفاعلات هو قال لي تسخين خلص يا باشا يبقى دي تفاعلات النحلال الحرية وانت مغمت يبقى ده تبقى رقم دا عندي بعد كده الانبيريو كافي بص يا باشا بقى السؤال اللي ازاي ده انا قلتلك احنا بنحله بمثلساتنا مسلساتك قدامك تعرف تحل ايه مسألة من ديه بص يا باشا كده انت عندك المثلسات بتاعتك اهيه ماشي وانا شرحها للطلبة اللي عندي طلبتي ايلهم الكلام ده شوف في ثانية بيحلوها بص يا باشا كده انت عندك اول قانون تيتا كبرها الزمن جده شغل كبره ماما جده تيتا دي الكوانين تحت كل قانون تحط الاشتكاك بتاعه في ثانية شد الطير امبير كمية الكهربية كولوم الزمن ثانية يا باشا التاني على طول تحته فرق الجهد شغل كمية الكهربية كولوم يا باشا التالت تحته هنا المقاومة اوم هنا فرق الجهد فولت هنا شدة الطيار امبير طيب تعالي كده بقى نحل مسألة زي دي بقول لي الامبير بيكافئ ايه تتعندك الامبير الامبير ده اللي هو بيكافئ تيجي بقى نجرب الواحدات اللي هو هي مدهلك دي فولت على امبير فولت على امبير جربها تيجي نجربهم كده واحدة واحدة هنا فولت والشرطة الميلة دي معناها على انا بشرح لك يعني انا مش مجرد ان انا بحلها على طول ما انا ممكن اقول لك الاجابة على طول بس انا بشرح لك عشان لو واحد عايز يعني يعرف هي جات منين يعني فهنا فولت على امبير انا باخدها لك فولت على امبير اول خطوة بتعمل ايه بترجحها لاصلها الفولت دهو وحده القياس جيم يبقى نكتب هنا جيم مكان والأمبير رده لاصل الامبير ده كان بتاع من كان بتاع تاه اكتبته دور في المسلسات على جيم على تاه كدا في جيم على تاه في المسلسات اه immigration مسلس ده فيه لأ ده فيه لا ده فيه جيم على تاه ها يديك من التالب يديني ميم يبقى التالب بتاعه يساومي يبقى았습니다 ذا يساومي داعني لاتاني..wechsel على كلوب اكتب جول على كلوب ردها يلا الاصلاها يا بباشا كده الجول دا بتاع مين؟ الجول دا بتاع الشغل يبقى نا نكتب مكان الجل دا هو شغل والكلوم دا بتاع مين القوم دا هو بتاع kafe كيمت بك Jordan 4 اكتب مكانو كاف دورلي في المثلثات على شغل على كاف ييه شغل على كاف اه شغل على كاف هي ديني جيم التالت بتاعه جيم دا هو مين اللي هو فولت جيم دا لوا بتاع الفولت الفرق الجوت قال لك يبقى هذاogene ينجي قلوم طولة الرنسية ردوا الأصل الأمبير هنا يكافؤ ما那我們 نقوله كلوم و لإضافة ثانية التي تروني سهل جدا الأمبير سيكون للنصين سهل و تقوم بالرقم J الـ UH لم أكون لها احتجوا حالية تنقل تماما ما ع Setor wave نفس يقوم لتواني رقم 4 تفاعل خرصين مع حمد الهيدروكلوريك المخفف من تفاعلات الخرصين مع حمد الهيدروكلوريك أو Hcl ده كده إحلال فلز محل هيدروجين الحمد المخفف يبقى ده كده تفاعلات إحلال بسيط ده نوع من أنواع تفاعلات الإحلال البسيط لها تبقى رقم واو يبقى دي رقمها تبقى واو طيب عندي بعد كده آآ هلو كده اتملتني الصفحة عشان نعرف نقرب براحتنا يجي يقولك آآ ما اسم الغاز المتصاعد ما تديك تصاعد زي ده كده ما تديك تفاعل هنا حمد هيدروجين مخفف الحمد راه هيدروجين مخففف وهنا كربونات سوديوم اللي رمزها NA2CO3 دي رمز الكربونات طيب بيقولك اسم الغاز المتصاعد انت عندك لو كتبنا المعادلة طيب فهنا لو جينا نكتب المعادلة هتلاقيها اللي هي كانت أصلها كده يعني لو جيت تكتب معايا المعادلة بتاعتها هتلاقي اللي هي NA2CO3 زائد 2HCL ساهم كان بيديك ثلاث نواية تجديك 2NACL زائد H2O زائد CO2 لو تصعد غاز ساني اوكسيد الكربون اللي كان بينفق البلونة مش كده اللي كان بينفق البلونة طيب فهنا بيسألني عن اسم الغاز المتصاعد يبقى هنا الغاز هيبقى غاز ساني اوكسيد الكربون بتجيبهم المعادلة المعادلة دي عليك عادي مفيش مشكلة يبقى هنا هنقوله CO2 ده غاز ساني اوكسيد الكربون كيف يمكن الاستدلال على الغاز المتصاعد طبعا غاز ساني اوكسيد الكربون بنكشف عنه هنقوله بامراره بامراره في محلول ماء الجير الرائق تلاقيق فانه يعكره تمام يبقى مرره في محلول ماء الجير فانه يعكره طيب عندي بعد كده يجيقل لك ثانيا ماذا يعطي في الحالات الاتئتية عند تلامس موصلين مشحونين مختلفين في الجهد موصلين اتنين مشحونين بس مختلفين في الجهد هتقول له تنتقل الشحنات القهربية بينهما من الموصل الاعلى جهد الى الموصل الاقل جهد يبقى هنا الشحنات هتنتقل من الاعلى جهد الى الاقل جهد بنقول له تنتقل وطبعا هنا مفيش اماكن نكتف المهم فهنا هنقول له يبقى اللهم صلى الله عليه وسلم السلام يبقى كيف عدم تلمس عند تلمس موصلين لمشاعرين مختلفين بقوله تنتقل الشحنات الكهربية من الموصل الاعلى جهدا الى الموصل الاقل جهد ماشي طي عندي بعد كده يجي قللك تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم ماذا يحدث اذا تغير التركيب الكيميائي لهيموجلوبين الدم هنقول له في الحالة دي هيصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل الاكسوجين وتوصيله الى خلال الجسم مما يؤدي الى تدميرها يبقى نقول له هناه بالإجابة هتبقى يصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل الاكسوجين وتوصيله الى خلايا الجسم طيب عندي بعد كده يجي قللك من الشكل المقابل اسكر اسم الهرمون اللى بيفرزه العضو بي العضو بي طبعا العضو بي هنا لو جينا نقرب الصورة كده شوية لو جيت بص معايا كده هتلاقي ان العضو بي ده هو البنكرياس ماشي البنكرياس ده العضو بي طيب انتعا ده هو عايز اسم الهرمون خلي بالكم يا جماعة عايز اسم الهرمون عايز اسم الهرمون اللى بيفرزه العضو بيه ويعمل على اول حاجة خفض السكر الجلوكوس في الدم من اللى بيخفض السكر في الدم؟ طبعا العضو بي ده اللى هو البنكرياس بيفرز هرمونين هرمون اسمه الانسولين والجلوكاجون الاتنين ووظفتهم عكس بعض الانسولين بيخفض السكر في الدم يبقى اذا خفض سكر الجلوكوس في الدم يبقى نقول له هنا الانسولين يبقى الانسولين هنا هو اللى يخفض السكر في الدم طب بيحفز خلايا العضو ايه العضو ايه ده لو جد ابص عليها تلاقيه الكبد العضو ايه ده اللي هو الكبد طب ايه الهرمون بقى هو طالب اسم الهرمون مش اسم العضو الهرمون اللي بيحفز خلايا العضو ايه عشان يحول الجليكوجين لجلوكوز تاني يقول له يا كبد رجع الجليكوجين اللي عندك لجلوكوز يبقى ده هرمون تاني اسمه الجلوكاجون 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 ده اللي بيقول للكبد رجع الجليكوجين اللي عندك رجعه تاني سكر جلوكوز خلاص يبقى اذا الاجابة هتبقى الاولين الانسولين والتاني الجلوكاجون طيب نكمل عندي بعد كده السؤال الثالث يجي يقول لك وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة تفاعل محلول هيدروكسيد السوديوم مع محلول حمض الهيدروكسيد المخفف سهلة معادلات ديات سهلة ما شو موجودة عندك عندك هيدروكسيد السوديوم اللي هو رمزه N A و H زائد عندك الحمد لله هيدروكسيد المخفف اللي هو H CL يلا يا بشك كده السم هشك موجودة بشك سالب الموجودة بشك سالب الموجودة بيروح ياخد السالب يبقى هنا هتبقى النتيجة عندك سبت الموجودة بيبقى هتديك N A يروح ياخد ال CL زائد H 2 O يبقى ملح و ماء الملح و الماء دول لما حمضه مع قلو يديك ملح و ماء ده تفاعل التعادل ده من أنواع تفاعلات الإحلال المزدوك تفاعل حمضه مع قلو الملح و الماء دول لو سخمتهم طبعا بيبخر الماء ويبقى الملح بس هم مش طالب بقى الحاجات دي كله هو كل الحكاية هو طالب المعادلة يعني فانت هتكتب له المعادلة المعادلة هتبقى بالشكل ده عندي بعد كده اضافة قطعة ماغنسيوم الى محلول كابريتات نحاس يبقى عايز الماغنسيوم مع كابريتات النحاس سهلة معادلة ان توخد الماغنسيوم اللي هو رمزه Mg زائد كابريتات النحاس ليا سي يو اسو او فور دي كابريتات النحاس سهلة الماغنسيوم انشط من النحاس في المتسلسلة فيحل محل النحاس فيديك Mg اسو او فور كابريتات ماغنسيوم عدمة اللون زائد يتبقى سي يو وده يبقى في شكل راسب احمر راسب احمر ماشي طيب عندي بعد كده يجي اقول لك اه يبقى دي المعادلة هنا لو انت عايز تنقلها يعني طيب عندي بعد كده اه رقم اتنين يعبر الشكل المقابل عن ثلاث بطاريات A B C الشكل اللي قدامك ده ده علاقة بين القوات دفع القهربية وبين عدد البطاريات هنا عندي بطاريات A وبطاريات B وبطاريات C طيب تتكون كل منها من ثلاث اعمد يبقى كل بطاريات من دي سواء A فيها ثلاث اعمدة B فيها ثلاث اعمدة C قوات دفع القهربية لكل عمود عاملة 2 فولت ماشي يعني اذا العمدة متمثلة طيب ارسم شكل تخطيط البطاريات B البطاريات B الاول اشوف كووتها كام البطاريات بيهن من دهالي باربعة لو جيتها بطلع كده على البطاريات بيهن كده على الرأس ما وبصوا كووتها كام من دهالي باربعة يبقى لازم بالثلاث عواميد فكر في طرقة توصل بها الثلاث عواميد بقوة في الاخر تيديك 4 يبقى اذا لو جدت فقر العمود علي 2 هو بهم هنا بيقوللي العمود الاول عمل 2 فولت في المسألة يبقى اذا طرق اللي ينفع اوصل بها 3 عامت ويخرجulu في الاخر 4 يبقى هتوصل في الحالة دي معلم هتوصل اتنين توازي 2 توازي كده مع بعض الشكل ده كده تقوده سالب وهتاخذ معاوم التالت هيبقى توالي الثالت هيبقى توالي يبقى ده كده 2 فولت وده كده 2 فولت في حالة التوازي المليون عمود يخرجوا بقيمة عمود في التوازي يخرجوا بقيمة عمود يبقى الاتنين والاتنين هيخرجوا بقيمة اتنين فولت معاك كمان هنا اتنين فولت يبقى اتنين واتنين كمية باشا اتنين واتنين اربعة فولت يبقى دي الطرق اللي تنفع يبقى دي الرسمة اللي هترسمها ماشي يبقى اتنين توازي مع واحد توالي طيب فهنا ده كده بالنسبة البطارية بي عندي بعد كده اذا تم توصيل احد هذه البطاريات في دايرة كهربائية تحتوي على مقاومة 8 اوه ماشي يعني ما اديك التلخصة هنا ميم مديني ميم المقاومة فمرت كمية من الكهربائية مقدرها 300 كولوم مديني كاف كمية الكهربائية خلال 20 دقيقة مديني الزمن والزمن هنا لازم تحوله للثواني ما ينفعش بالدائق حدد اي ام من هذه البطاريات تم توصيلها في الدائرة تم توصيلها في الدائرة ماشي الكهربائية فانت اول خطوة هنعملها على كده هنحل المسألة دي سوا كده مع بعض هنا هنعمل اي بقى هتلخص لكده مسألتك بقى خرج لدول كده بره هنحل المسألة دي كده بره هنحل المسألة دي كده براح ماشي هنا بمديني الله ما صلى الله عليه وسلم مديني هنا ميم بتمانية اوه مديني كاف بتلتمية كلوم مديني زين بعشرين دقيقة والعشرين دقيقة دي ما تنفعش ماشي لازم نحولها لساني في بداية الحل هنعمل ايه الاول هتحول لي الزمن لثواني بقى الزمن بالثواني بيساوي انت عندك اديها اكبر من السنية فهنضرب هتضرب في الستين لان اديها في استين سنة بقى نقول له عشرين في استين نزل الصفرين الصفر والصفر والانتين في ستة بنتناشر يبقى الف و متين سنين ده السزمن اللي انا هشتغل في بداية كده الف و متين ساني تمام طيب الف و متين سنينة ده الزمن الجديد بتاعي بقى انا مش هشتغل بالزمن انا هشتغل بالزمن ده عايزين ايه وال абيώνك بيقول لك اي من هذه البطارية التامة توصلها بالدائرة الكهربائية يبقى انا هجيب في الحالة دي ته ومديني كاف وزين اجيب انا ته يبقى تقول له تيتا كبرها الزمن التلات مسلسات قدام عينيك تلات مسلسات قدام عينيك المسلسات انا هفكرك بهم اهمت مسلسات دول شوف قدام عينيك تحل بهم اي مسألة تعندك هنا تيتا كبرها الزمن لو اشد التار بتساوي كمية الكهربائية على الزمن هنا جده الشغل كبره اللي هو فرق الجود بيتساوي الشغل على كمية الكهربائية هنا ماما جده تيتا اللي المقاومة بتساوي فرق الجود على شدة الطيار فهنا البيانات اللي عندي في المسألة بيديني كاف ومديني زين كاف وزين قدامكم فأني مسلس في الاولان يبقى هجيب انا التالب بتاعهم دلو ته يبقى هقول له هنا ته بيساوي كاف على زين هيساوي كاف بكم يا باشا اهي 300 على زين بكم يا باشا ما اقولش بقى 20 لان دي كم بدي انا حاولته لسانيها هاخد ده بقى مكان بقول له 1200 بقالتك الحزبة الجميلة يا باشا واقسم لي كده قل له كده 300 نصبر الشاشة كده شوية عشان الحاجة تيجي عليها يبقى انا هنقول له 300 على 1200 اللي هو هيساوي 25 من مية اللي هو 25 من مية امبير واحدة كده 25 من مية امبير طيب طيب يبقى كده شده الطيار عملة 25 من مية امبير كده انا جبت ته يبقى اصبع عندي ميم موجودة لما دور في بقى المثلثات اصبع عندي كده ميم موجودة عندي في التلخيص و ته انا لسا مطلحها هاي يبقى عندي كده ميم و ته لفضليم ميم و ته فأني مسلسة او في المثلسة الاخيرة هو ميم و ته من الجمعين مع بعض يتفضل لي مين التالب بتاعهم جيم يبقى انا هجيب جيم فرق الجوة هلقول له جيم هيساوي جيم مين هيساوي ميم فتاه يبقى ميم المقاومة في شده الطيار يبقى جيم هيساوي يلا عوض بقى ميم فان ميم التلخيص بتاعك و هشوف التلخيص بسهل ازاي بتمانية في ته بكم ته اللي انا لسا نطلحها بخمسة وعشرين من مية بقالتك الحزبة الجميلة برضو هاي هتقول له تمانية في خمسة وعشرين من مية لو هيديك كاما هيديك اتنين لو هيساوي اتنين واحد كداس فرق الجوة انا نتسألم ouais ان هي بطارية بالدى مهم من هذه البطاريات تم توصلها في الدايرة يبقى البطارية اللي هذه بثنين فولت التيout any of بطارية اللي اميتها 2 فولت بجب zab souls Tpadi هنقول له ايه بس اغامل سهلة جدا سبت هلك لو عايز تنقل. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك من الشكل المقابل طبعا ما اديك هنا برضو تفاعله هو حمض هيدروكلوريك. عندك حمض الهيدروكلوريك رمزو HCL والماغنسوم MG وغاز الهيدروجين لواء H2. طيب يقول لك ايه? اقترح طريقة واحدة لزيادة سرعة تصاعد غاز الهيدروجين. طبعا عشان نزود سرعة تصاعد غاز الهيدروجين هنا. ممكن نزود تركيز الحمض. حمض الهيدروجين ده نجيب حمض مركز ادي طريقة. وممكن كمان بدل ما هي قطعة ماغنسوم نخليها برادة ماغنسوم او قطع ماغنسوم. نجزق القطعة ديت الى قطع اجزاء. ماشي يبقى تفتيت قطعة الماغنسوم. يبقى دول طريقتين هم اللي يعجبك منهم قولها. بقى نقول له عن طريق تفتيت قطعة الماغنسوم الى قطعة صغيرة او استخدام حمض هيدروجين مركز. يبقى دي كده الطريق. ما نقول له بتفتيت. اكتبها هنا في الورقة الخارجية عشان تبقى يبقى 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 اكتر يعني. هنقول له يبقى هنا عن طريق تفتيت قطعة الماغنسوم الى مسحوق او برادة او الطريقة الثانية استخدام حمض مركز. حمض هيدروكولوريك مركز. اللي هي زيادة تركيز الحمض يعني. طيب عندي بعد كده احدد العمل المؤكسد في هذا التفاعل. حدد العمل المؤكسد في هذا التفاعل. طبعا المعادلة مش بطلوها منك بس انا اكتبها لك يا انا عشان ايه اوضح لك عليها تطلع العمل ازاي. انت عندك معادلة الماغنسوم مع الحمض الماغنسوم اللي هو ام جي زائد الحمض الى هيدروكولوريك قلنا تو اتش سي ال طبعا عديك ملح الحمض اللي هو ام جي سي ال لتو زائد تصاعد غاز الهيدرووجين اتش تو ركز بقى كده معايا بالراحة. عندك الفلزات ده كده زرة فلز. الزرة ديت خلي بال. دي بيبقى قلنا تاكسدها صفر. ماشي ده انا بفاهم نفسه. وهنا اروح اشوف النتيجة. هنا الام جي في المتفاعلات صفر وهنا النتيجة ام جي. ام جي مش هلقاه لوحده هلقاه شبكة مع سي ال بقى مركب كده. فاصبحت ام جي هنا ما هي الزرة هي هنا ايون. يبقى هنا الام جي هنا تكافؤه كيام تكافؤه الاتنين اللي واقفة جنب السي ال ده سنائي. يبقى هنا اصبح هنا ام جي كان اصله موجب اتنين كده عليه موجب اتنين لانه ايون. فهنا الصفر كبر بقى موجب اتنين الصفر كبر بقى موجب اتنين. الصغير لما يجبر. احنا ما علمناها كده في الاكسادة والاختزال اللي حضر معنا الحلقات. طبعا بالنسبة له كلام ده كلام فاضي حلو من زمان. الصغير لما يجبر ده عملية ايه؟ ده عملية اكسادة. يبقى ده كده حصلت عملية اكسادة. يبقى العمل اللي هي حصلت له يا مصطر. العمل بتاعها ده عمل ايه؟ بقى عمل مختزن. يبقى عملية الاكسادة بتحصل للعمل المختزن. يبقى ده كده الام جيه عمل مختزن. طيب نجي للي جنبه. الاتش سي ال. الاتش دي هنا ما هو الظرة لانه شبك مع سي ال. فهنا اصبح ده مركب على بعض. يبقى هنا الاتش ده ما الظرة يبقى اصبح ايه؟ ايه؟ هنا التكافؤه عندك هنا احادي. احادي التكافؤ. ماشي؟ يبقى هنا هتبقى اصبح هنا ايهون هيدروجين موجب. اللي هو موجب واحد يعني. فهنا تحولت هنا اتش توزر. هنا يعني تأكسودها صفر. بص يا باشا كده. هنا الموجب واحد. الكبير اللي حصل له. بقى صفر. الواحد بقى صفر. كبير صغر. كبير بيصغر في عملية اسمها ايه؟ في عملية اسمها عملية الاختزال. عملية اسمها عملية ايه؟ الاختزال. يبقى طالما اختزال يبقى هو عمل ايه؟ يبقى العمل اللي حصلت له اسمه عمل مؤكسد. اسمه عمل ايه؟ يبقى الهيدروجين ده عمل مؤكسد هنا. يبقى هنا بقى بيسألني. بيقول لي اه. حدد العمل المؤكسد كان العمل المؤكسد هنا يكون ايون الهيدروجين يبقى OAOный هنقول له ايون الهيدروجين هو العمل المؤكسد هنا هذه الهيدروجين inclu onde H وهو و أبيض الهيدروجين في هاتفنا استقام الرمز في التعبير عن ناتج و نبات Tut كلاهما كلاهما يعني الاثنين احمر هجين سهلة و الرجل يمديني الرمز اللي انا هشتغل بيقول لي موضحة التركيب الجيني للاباء والامشاج والجيل الناتج يعني هنجيب ثلاث حاجات هتجيب التركيب الجيني هتجيب الامشاج وهتجيب الجيل الاول و يمديني يرمز للجين السائد بالرمز R capital سهل الرجل يمدينيك حتى هتشتغل باين طيب يلا يبا شكدا نحلها في خطوات بسيطة اول خطوة هلقول له بيرنت الاباء هم ادهم لي وبقول لي كلاهما احمر هجين احمر هنا بقول لي الجين السائد هو الر capital بقى هنا احمر الصفة الوحدة لها حرفين بس هو قال لي احمر يبقى انا كتبت حرف واحد كبير لانه هو سائد و طالما هجين يبقى الحرف التانه يبقى صغير لان لو سائد ناقي كان يبقى R capital R capital لان هنا سائد هجين يبقى R capital R small يتزاوج مع R capital R small لان قال لي الاثنين سائد هجين يلا نطلع على جي كده اعزل العوامل يبقى R capital تروح في دايرة وهنا R small في دايرة وهنا برضو اعزل العوامل بتاعتك يبقى R capital D في دايرة وهنا R small هنا في دايرة يلا يا باشا كده رقمهم لي يبقى 1 2 3 4 طلع لي يلا كده هنطلع F 1 الجيل الاول 1 3 1 4 احنا حافظنا يا مستر اغنية كده 1 3 1 4 يا بتاع الخزين يا بصل تمام ماشي يبقى هنا 1 3 1 4 2 3 2 4 يلا نجيبهم كده يبقى 1 3 يبقى R capital R capital بعد كده 1 4 يبقى R capital R small بعد كده 2 3 R small R capital ما ينفعش نقدم رقمهم يبقى R capital R small بعد كده 2 4 يبقى R small R small ديت يا باشا للنسبة اللي طلع ايه طلع طالك ايه ماشي؟ يبقى هنا نسبة 3 احمر الى 1 ابيض الازهار يعني دي كده المسألة اللي عايز يحلها طيب عندي بعد كده يقول لك ما المكسوب بكل من شدة الطيار شدة الطيار دي باشي اتجبها من قانون القانون اهو تعرف تجبه من قانون وانا اقيل لك كده في الشرع انت عندك شدة الطيار بتسوي كمية الكهرباء للزمن اللي انا كنا مدينها مثال بقول تيتا اكبرها الزمن يبقى يبقى هو بيقول لي عرف شدة الطيار بيقوله هي كمية الشحنة الكهربية المتضفقة عبر مقطع مصر في زمن قدره واحد سنة شكرا يا باشا يبقى هنقول له هنا يبقى ده كده شدة الطيار يبقى لما تيجي تعرفها هتقول له كمية الشحنة الكهربائية اكتبها لك اكتبها لك عناية حاضر بقول لك كمية الشحنة الكهربائية المتضفقة عبر مقطع من موصل في زمن قدره واحد ثاني عندي بعد كده يجي لك عرف لي التلوس الاشعاعي طبعا التلوس الاشعاعي هو ارتفاع كمية الاشعاع وزيادة نوعية في البيئة المحيط طيب عندي بعد كده السؤال الرابع يجي لك اكمل العبارات بما يناسبها اقوم اديك الاختيارات هي اللي هتكمل بها يعتبر التفاعل النقط من التفاعلات البطيئة جدا وبتحتاج عدة شهور بطيئة جدا وانت مغمد يبقى يبقى ده صدى الحديد بقى تبقى ده رقم واحد صدى الحديد ده عندي بعد كده رقم التين توصل على العلمان النقط لو وضع نموذج الدي وانت مغمد نموذج دي انا على طول واتسون وكريك واتسون وكريك ده بتاع الدي انا اما بيد الواتاتهم ده بتاع آلية عمل الجين طيب رقم بس كده طيب ثانيا اذا كان لديك المواد الاتية محلول كابريتات نحاس كتعة مغنيسيوم محلول نطرات سوديوم انا بيبقى اختبار لها بوضح بالمعادلات الرمزية الموزونة فقط كيف تحصل على غاز الاكسوجين طيب سهل انت عندك هنا مثلا ممكن نحصل على غاز الاكسوجين من نطرات السوديوم بالانحلال الحراري لو انت حافظ المعادلات بس كده بتعندك نطرات السوديوم اللي هيكرمزها 2NANO3 لما بتتعرض للانحلال الحراري بتديك 2NANO2 زائد O2 صعد غاز الاكسوجين تمام طيب عندي بعد كده يجي يقولك علم لما يأتي القدرة على نف اللسان من الصفات السادة في الانسان هنقوله لانه جين القدرة على لف اللسان يسود على جين عدم القدرة على لف اللسان في حال وجودهما معا في الانسان تابعا لمبدأ السيادة التام طيب عندي بعد كده يجي يقولك ده علامة صح ام خطأ تقل سرعة التفاعل الكيميائي بزيد درجة الحرارة لا هي ما بتقلش بالحرارة هي بتزيد بارتفاع درجة الحرارة درجة الحرارة دي من العمل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي عندك من ضمن الحاجات درجة الحرارة لما بتزيد درجة الحرارة بتزيد سرعة التفاعل رقم 2 نخاع العظام اول ما يتأثر بالاشعاع النووي ايوة صحيح فعلا نخاع العظام هو اول ما يتأثر يتكون مادة لونها فضي عند تسخين امبابها اوكسيد زبك احمر ايوة اوكسيد الزبك الاحمر اللي هو 2HGO ساهم عليه حرارة ديك 2HG زايد O2 2HG ده بقى اللي بيدولك ده HG ده اللي هو زبك الفضي اللون يبقى صح عندك تزداد مقاومة موصل للدعف عندما يزداد فرق الجود بين الطرفين الدعف ركز في السؤال ده القنون بتاع المقاومة اللي هي مين بتسوي جيم علي نتهم وما جده تركز في الحالة دي وشرحناها كتير او في الشار قلت له ساعتها اني لو فرق الجهد او شدة الطير هما اللي تغيره ما يقصروا ش على المقاومة لو فرق الجهد تغير او شدة التغير ميقصروا على المقاومة لو المقاومة هي اللي تغيرت تدهم بالجزمة هما الاتنين وتأثر عليهم هما الاتنين يعني لو المقاومة هي اللي تغيرت تأثر على فرق الجهد وشدة الطيار اما لو شدة الطيار او فرق الجهد يعني فرق الجهد او شدة الطيار هما اللي تغيروا بيأثرش على المقاومة بحاجة فهنا بص على السؤال بولك تزيد المقاومة بتاعة الموصل للضعف عندما يزداد فرق الجهد يعني معناها هنا فرق الجهد اهو عندما يعني لما فرق الجهد يزيد للضعف عندما يزداد فرق الجهد للضعف في الحالة دي هتزيد المقاومة هيخلي المقاومة تزيد لا يا باش انا قلت لك لو فرق الجهد او شد التار هم اللي اتغيروا ما يأثرش على المقاومة ما يدرش يأثر عليه فهنا يبقى المقاومة مش هتزده هي هتظل سابط خلاص لان فرق الجهد ما يأثرش على المقاوم شد التار ما يأثرش على المقاوم اما من اللي يأثر عليها هي نفسها لو تغيرت تأثر عليهم هم اللي اتنين خلاص يبقى الله قاعدة في ودنا فرق الجود وشدة التار ما يقصرهش على المقاومة ما يغيرهاش اما المقاومة هي اللي تغيره من الاتنين طيب فهنا يبقى ازا دي هتبقى الإجابة دي غلط تمام؟ يا مش تزداد هتبقى غلط كده طيب عندي بعد كده طيب بعد دراستك للشكل الذي امامك اجب اسكر اهمية الجزء قوي طبعا ده كروموسوم وده التركيب الكيميائي بتاعه انت عندك بيتركب من حمض نو دي ان او بروتين انت عندك هنا في جزءين عليه xy y ده اللي هو الجين و x ده اللي هو ال dna للحمدل النواء طيب انت عندك الجينات اللي هي y دي ات اجزاء من ال dna و مسؤول عن ازهار الصفات الوراثية بقى انت عندك هنا يكي يقول لك اذكر اهمية الجزء y اللي هي الجينات البقاية للجينات الجينات دي وظيفاتها ايه نقول له ازهار الصفات الوراثية للكائن الحي ووظفت الجينات اظهر صفات ولرسال كان الحي ده اللي يبقى واي بدل كده الجزء واي الجزء x بقى لو جزء dna dna بقى بيقول لك ما الوحدات البنائية اللي بيتقوم منها الجزء x لو جزء dna دعندك dna dna بيتركب من وحادات صغيرة اسمها الجينات والجينات دي بتركب من وحادات اصغر اسمها نيوكليوتي دا يبقى ازا الوحدة سبوع بالحمض النووي اللي اصغر حاجة فيه بيه هتو أنيوكليوتيد لباليزا الوحدات البنائية بتاعته هنقول له أنيوكليوتيدات أنيوكليوتيدات مش يباشي كده طيب كده الحمد لله تم بفضل الله انتهينا من حل امتحان الأليوبية اللي عايز هي راجع تاني على الحل سريعا إن شاء الله وللي هم القادمين بقى في السنين القادمة اللي هم بتعوه سنة تانية دلوقتي لا تنسونا من صلاح الدعاء أرجو أن يكون ربنا وفقني في حل الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته